انت متفرجتش على النهائي صح؟ اه 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 ده رد طرق ابراهيم على حد غالبا اه لا ده رده علي انت متفرجتش على النهائي قدام السنغال لا اتفرجت طبعا اتفرجت وعارف ان السنغال مثلا تفوقوا علينا جدا بالحركة بتاعة السيس الباكليفت ان اول باكليفت يزيد على محمد صلاح في البطولة وكانوا بيامنوا صلاح بلعب ارتكاز فاحنا هنجنى والمساحة دي تفتحت بشكل كبير جدا بس انت كمان حسبت انت بتتفرج على النهائي انك مخلص 3 اكسترا طين قبل كده مخلص 3 اكسترا طين حسبت انت كنت بتلعب الكاميرون فارضها مع تحكيم صعب على ارضيه ملعب صعب وانت مسافر وكاميرون لعب قبلك بيوم وبتلعب كوتفور وللعب قبلك بيوم تلعب المغرب والمغرب لعب قبلك بيوم تلعب 3 فرق من اقوى فرق القاره كل واحد فيهم كان بيبقى مرتاح عنك يوم وبالموجه يوم السنغال وكمان لعبتك كانت بتلعب مع أقوى فرق القارة دي في الوقت اللي فيها الملعب أرض ديت وصعبة والعيار بتاعتك خبراتها أقل دلوقتي لعبتك خبراتها أحسن بكتير بسبب البطولة وأعتقد أن إحنا نقدر نكسب السنغاء العادي محدش عنده جيل خرافي ما يكررش محدش عنده في القارة جيل خرافي في الوقت الحالي مفيش يعني يمكن كان أحسن قائمة موجودة كان قائمة الجزائر وخرجت من الدور الأول ولكن أصلي الأجيال اللي موجودة في القارة في الوقت الحالي مفيش فرقة يعني مثلا سنغال 2002 دي كانت سنغال بعيدة قوي عن البقيين اللي حوالينا كتبار 2006 في كاس العالم كانت بعيدة عن اللي حوالينا وكنا بنكسبهم فعادي نقدر نكسب إحنا معنا أحسن قائمة في العالم ومعنا مدرب كويس والفرقة بالدفع مش بطال وحتى السنغال بكل الظروف والمعطيات هي في النهاية كملت معاك ضربات الجزائر كان ممكن تكسبها في ضربات الجزائر يعني فأنا مش عايزة بالغ من قوة السنغال أنا عارف إن السنغال جامدة واتفقت معاك قلت لك إن سبب قوة السنغال إنهم كملوا بنا فأنت ما تهدش يعني فهم يعني يعني أنت بتقول السنغال جامدة حلو لو كنت أنت يعني كمشجع للسنغال في 2019 قلت إن السنغال خسرت النهائي يبقى مدربها يمشي لأن الجزائر كسبتهم ما كانتش السنغال بقت جامدة 2022 فلو إنت شايف إن السنغال جامدة في 2022 خد بالك إن جزء من الرحلة إنهم صبروا على المدرب 2019 وطأتش